سليما هاد لكابل تهانس بجايا سنداي خلو كلش خلو كلش لان فان سليما هاد لكذا اذا متابعنا كرام جبت لكم فضيحة كما شاهدتم في مصابقة للطبخ والحلويات في تونس اللي كيشارك فيها الفريق المغربي في كل مرة ويحصد على الرتبة الأولى وعلى ميدالية دهبية فكما شاهدتم هذا المقطع صوراته أحد العناصر ديال الفريق الجزائري اللي كالمشارك في هذه المصابقة كانت ديالة بات حي مباشر وبقى مسجل عندها وهي كتصور جا عندها واحد وقال لها المروك دارو 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 ناضط هي قتله حتى حنا نديرو حتى حنا نديرو أي أنهم كانوا مقابل الوفد المغربي الفريق المغربي شنو كيديرو وكيحاولوا يقلدوا الفريق المغربي شنو كيديرو وإعطار فتباتشي خلال البت الحي اللي سمعتم إليه معن المرض النفسي أتحدث وعن الهوس بالمغرب أتحدث وعن الهوس بتقليد المغرب أتحدث وعن المرض النفسي اللي عنده من أي شيء متعلق بالمغرب أتحدث حتى في مصابقة ديال الطبخ مدخلين لهذه العقدة ديالهم فيها يشوفوا الوفد المغربي والفريق المغربي شنو دارو ويحاولوا يقلدوه ولكن هذه المرة تضحف في البت الحي الأكثر من ذلك متابعين الكرام وهو أن دائما في هذه المصابقة في تونس يخرجوا الكراغلاء ويخرجوا الفقاقير ويخرجوا الدباب الإلكتروني في الموقع التواصل الاجتماعي ويكذبون زورا بأنه ملك يجب المرتبة الأولى وبأنه ملك ياخد الميدالية الذهبية وبأنه ملك يداروه ملك يفعلوه ملك يحقق الجوائز ويكتسحوا ومعرفتونه دائما حتى في هذه المرة داروا نفس الشيء ستدخلوا في صفحات ديالهم ويقول لك المرتبة الأولى ومعرفتونه بلا 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 في حين النتائج كتب الآن أمامكم على الشاشة المرتبة الأولى كانت لصالح الفريق الروماني ميدالية ذهبية مع جائزة المرتبة الثانية كانت لصالح الفريق المغربي ميدالية نحاسية ثم جائزة المرتبة التالكة كانت لفريق حضيرات الجزائر والمرتبة الرابعة كانت للفريق التونسي ونفس المسابقة شحام المرة الفريق المغربي كان يجيب الرتبة الأولى والميدالية الذهبية وأعتقد أنهم جابوا الميدالية الذهبية والرتبة الأولى السنة الماضية حتى تنظر الولدين في بداية المقطع يقلد الوفد المغربي وفي ذلك تجعله وفد المغربي وفرق المغربي ما يقلده فقط لكي يقلده وفي ذلك تجعله المغربة يصل لهم بلدار ودار ودار وفي ذلك تجعله وليس يفكروا منهم أن يقلده ويشوفوا حتى الوفد المغربي والفارق المغربي عاد نظهما يقلدوا بهذا المعنى هذا وفي الأخير يخرجون مصنطحين في موقع التصاصل الاجتماعي ويقول لك نحن حصلنا على المرتبة الأولى الفريق الجزائري الرتبة الأولى في الطبخ والحلويات ومصنطحين مساخة الولدين مع العلم أن النتائج موجودة ويكفي أنهم يدخلوا الموقع للصفحة الرسمية ويشوفوا النتائج كما حصل على ما أدوا المرة السابقة في العام الماضي قالوا نفس المسألة أنهم حصلوا على الرتبة الأولى ومعرفوا شنو لهذا فيكفي أننا ندخلنا السنة الماضية للصفحة الرسمية للجنة المنظمة والجهة المنظمة لهذه المسابقة ولقينا على أن الفريق المغربي كان في الرتبة الأولى وخذ الميدالية الدهبية بينما الفريق الجزائري لم يكن لديه أطار لم يكن لديه أطار باتاتاً فهذه المسابقة نفس الشيء وقع هذا العام كما حصلوا على الكذب وعائشوا على التصوير وعائشوا على التقليد لا يوجد أي أصل لأنه لو كان لديكم أصل لم يكن لديه أطار لأنه لو كان لديكم أصل لا يجب أن يأتي لك هذا وقال لك أن أذهب كل ذلك المغربي لو كان لديكم أصل ولكن قمت بأطار مرتبة أولى وفي شيء نسخة من هذه المسابقة ثم معموركم قمت بأطار مرة أولى في هذه المسابقة لم يكن لديه أطار مرة أولى قمت بأطار مرة أولى ثلاثة أو أربعة مرة وقمت بأطار مرتبة أولى هذه المرة أطار مرتبة أخرى لأن الفريق الروماني يقدم شيء جديد يمكن أن يأتي بأطار مرتبة أولى بصحتهم لا يوجد أي مشكلة المغرب أطار مرتبة أخرى هذا ما سيقع ليس فقط في مصابقة للطبخ سيقع أيضا حتى مع نظامكم نظام حدارك الجزائي المغرب أطلع المغرب أطلع المغرب نزل المغرب نشاء المغرب جاء المغرب دازل يمين المغرب دازل الشمال نقاو حدين المغرب حتى تدخله في الحيط هذا ما سيقع في نهاية المطاف متبينان كرام أراكم في فيديو قاعدين